النهار ده هزيمة ريال مدريد أولاً الأهداف دي كلها بلاس إن الأهداف اللي أنت ضيعتها خالة اللعيبة في ماتش فلمانجو الدنيا في إحباط شوية بس ما حسيتش يعني الحادة ديئة 70 ده بالله عكس ده لما الأهلي اتأخر بأهداف الديئة 11 أنا قلت زيك كده قلت قضح إنه الأهلي مش نازل بنفس الرغبة والحماس بعد الديئة 11 لحد الديئة 70 الأهلي دايس على فلمانجو في المنطقة الهجومية بشكل رائع جداً وبيسجل هدفينه وبيتقدم ويضيع فرص كمان قبل الطرد فكل حاجة بتقول إنه الأهل كان هيكسب المباراة الطرد حصل مع فرص شريف وبتاوي والكلام ده كله خلص المباراة شوف يا كريم يعني أنت قلت حاجة حلوة جداً إنك إنت خلي بالك لعيب النادي الأهلي بدافع على كهين النادي الأهلي بدافع على تشارت النادي الأهلي فطبيعي إنك إنت النهار ده يعني بدلاً لما كانت طموح عندك زيد إنك إنت بتوصل فينال اللعيبة أنا أحس باللعيبة خلي بالك يا كريم اللي لعب غير اللي ملعبش أنا أحس باللعيبة وأحس بالأجواء اللي كانت موجودة في كاس عامل الأندية اللعيبة بعد ماتش ريال مدريد أنا متأكد في القتال محبطين جداً من الهزيمة من الطموح اللي أنت كنت عايز أمل عندك أمل أنك إنت تكسب ريال مدريد حتى لو أمل مش هقول 50-50 هقول 40-60 تمام؟ إن الريال طبعاً عنده خبرات وعنده طموحات كبيرة جداً وعنده حلول كتير جداً فاللعيبة بعد الأكيد أنا متأكد أن الكابتل خطيب والجهاز قاعدوا مع اللعيبة قالوا خلاص إحنا عندنا لازم نحافظ على العائلة المركز اللي إحنا آخر مركز عملناه ومركز ثلاث العالم لازم نحافظ عليه ونكسب ونأخذ مدالية برونزية حتى يبقى سمك رجعت بمدالية أو حفظت اللعيبة أنا متأكد كان فيه إحباط زائد الظروف بقى كبيرة والكبيرة العظيم